بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معنى Screwed Joints أو وصلات القلوز ونكلم على Advantage and Disadvantages أولا المميزات Screwed Joints are highly reliable in operation ممكن أن يعتمد عليها بشكل كبير جدا أثناء عملية الاستخدام رقم اتنين Screwed Joints are convenient to assemble and disassemble قابلة لعملية التجميع ومن ثم عملية الفك يبقى وصل وفك ممكن أن أجمعها ممكن أن أفكها مرات عدة وده اللي بيميزها طبعا عن الpermanent joints اللي احنا درسناها قبل كده اللي هي الwelled joints والrivetted joints رقم 3 A wide range of screw joints may be adapted to various operating conditions ممكن أن عندي wide range منها يعني عندي أنواع كتيرة جدا من المسامير ممكن أن أنا أوظفها في different operating conditions في تطبيقات مختلفة كتير بعد كده screws are relatively cheap رغم أن انتاجها بشكل مفرد مكلف جدا إلا أن هي طبعا سعرها رخيص السبب إيه؟ السبب أنه produce due to standardization بتنتج بشكل نمطي and highly efficient manufacturing process وبعمليات متقنة من عمليات التصنيع طبعا القلووز بينتج بشكل نمطي من ضمن الأجزاء اللي بتنتج بشكل نمطي وده اللي بيخفف من أو بيقلل من الكوست بتاعتها وكمان بيعمل availability أو بيخليها متاحة بالwide range بتاعها أو بالأنواع المختلفة منها الdisadvantage بتتركز في حاجة واحدة مهمة جدا سن القلووز ضعيف تجاه لستريسز ده معنى الكلام ده the main disadvantage of the screw joints is the stress concentration تركيز الإجهادات in the thread or in the threaded portion which are vulnerable points under variable load conditions يبقى الـ against stress هي ضعيفة طبعا لأن السن area أو cross sectional area بتاعتها صغيرة thread terminology أو المصطلحات اللي احنا بنستخدمها في القلووز القلووز أو الحاجة major diameter أو القطر الأكبر وده طبعا حين نقول عليه nominal diameter وهو نفسه major diameter major diameter هو القطر من قمة السنة إلى قمة السنة في الجهة المقابلة ده بالنسبة للقلووز الخارجي الميل أما بالنسبة في ميل هتلاقيه من القاع بتاع السنة إلى قاع السنة في الجهة المقابلة the largest diameter of an external or internal screw thread القطر الأكبر سواء كان الانترنل أو الالكسترنل it's also known as nominal diameter احنا يطلق عليه nominal diameter the smallest diameter of an external or internal screw thread القطر الأصغر القطر الأصغر هنا هيبقى من القاع إلى القاع ده الماينور diameter أو هنا من القمة إلى القمة بعد كده عندنا البتش diameter وهو ده اللي أنا بستخدمه في الحسابات بتاعتي theoretical diameter between the measure and the minor diameter ده قطر وهمي أو قطر نظري ما بين بيتوسط الماجور والمينور ده ماتر ونكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله